اشتركوا في القناة نسأل عن سبب اتجاهك الى هذه الموهبة واهتمامك الكبير فيها انا من قبل كنت ارسم على لوحات فاتجهت الى ملابس والجنات والشوز والحزم بس لا يعني لا الحين انا هم ارسم على لوحات ما وقفت شي هذا لكن عملية انتقالك ما خلتك تهتم في الهواية اليديدة بالعكس يوم انتقلت انا من لوحات الهواية هذه اهتمت بهذه اكثر من هذه انا قاعد امشي مع المجتمع نعم دخولك الى هذا المجال خاصة الرسم على الملابس والجنط هل هذا علشان تطور انت هوايتك ولا علشان مكسب مادي نقدر نقول لا طبعا اكيد بطور هوايتي قبل الشي هذا فانت ركزت على الهواية ركزت على الشي هذا هل الطريقة سهلة ان الواحد يتعلم من رسم على الملابس طبعا انه مو بيوم وليلة يعني انا اسنين بالشي هذا ايه يعني من وانا صغير طبعا ارسم للحين ما اوقف ارسم يعني وقت يكون عندي فراء ارسم خذيت الدورات ممكن تعلمك نوعية الاقمشة الي ترسم عليها يعني فيه في نوعية من الاقمشه اتوقع ما تكدر ترسم عليها ايه مو كل شي يعني فيها اقمشة معينا ودوراتي خذيت بس ما مو بالكوت برا للكوت كلها برا للكوت نعم نزين شون ايه الالوان الي تستخدمها حاليا من خلال الرسم على اللجنط سوى او على الملابس الألوان نفسها ايه موت اللوحات بس أعدل عليها أنا لطريقة أنا أعدل عليها ونفسها هي للوان وفيها مادة أحطت فوق الألوان نفسها هذه تثبت اللون مثلا بس فيها أغمشة مثلا أو على الجنات أأسس بعدين يعني بعدين أرسم بعدين أرسم ما أقدر أطول أرسم لازم أساس يعني فيه مثلا جنطة سودة لازم أأسسها بعدين أرسم فوقها نزين ما يروح مع الغسيل أو ممكن أن تختر بالرسمة لا ما يروح إذا أنا أأسس صح ورسمت وحطيت على هالمادة اللي تمسك ما يروح مستحل اللي حضرتك لابسة الحين هل هذا من شغلك؟ من شغل إيه كلمنا عن القطعة اللي أنت لابسها هذا القطعة أول شي كنت مسافر أنا براء الكويت وعجبني الجاكت فشريتها وكنت فاضي أنا تغربا عندي أسبوع خالص شغل وكل شيء وشريت فلوان وقعت كافيت شيء ورسمت وطلعوا ياتشذي حلو هل تحس أن فيه طلب فيه ناس قاعد تطلب منك أنه ممكن أن أنت تأخذ القطعة وتصممها لهم على طريقتهم؟ فيه ناس شديد مثلا فيه ناس تعطينا القطعة تقولي حمد سولنا على ذوقك فيه ناس لا تبي على ذوقها طبعا أنا الحين الشغال مع المصممة دانا دشتي وهي هم لها فكر ما عايب هالشي هذا هذا على موضوع دخولك إلى عالم الأزيار صح؟ بالضبط كلمنا عن هذا الموضوع أكثر بالنسبة حق المصممة يعني طبعا أنا أشكرها وايد وهي هم مطلتني حافظ على الشيء هذا ودق عليه ساعات تقولي حمد تعال عندي قطعة شو نعدل عليها؟ فنعدل عليها ويعني وايد أنا قد داخل منها أفكار هي داخل مني أفكار والحين تقريبا أنا شغاله إياها يعني بالأتليه قلمر موديلي بالجابر إياه حلو انزين هل تحس أن ميولك قام يميل أكثر إلى تصميم الأزياء وعالم الأزياء أكثر بما أنك أنت أصلا بديتها في هذا الشيء والحين حصلت لك فرصة جدا جميلة فهل راح نشوف حمد دشتي بعدين يكون عنده لاين بروحه؟ والله إن شاء الله إن شاء الله هالشيء راح أتطور يعني مثلا على الغنفات آه بدش في مجال الأثاث يعني إن شاء الله في شيء لي جدا بس ما بي بخليه مفاجئة إن شاء الله نعم أنت راح نحبل ونخرب المفاجئات لا خليه مفاجئة مزين مفهوم الرسم على الملابس أو على الأثاث أتوقع أن هذا مفهوم يديد خاصة في مجتمعنا حاليا بما أنه زادت المعارض فالمواهب صارت متعددة هل تشوف أن الحين الشباب قاعدين يدشون في هذا المجال أكثر وقاعد يطورونه؟ وايد في ناس وايد قاعد يشفون مجال بس كل واحد وفنه كل واحد وفهمه كل واحد وتفكيره شلون يركب الألوان شون يدخل هالشي بهالشي هذا هو المفهوم يعني بالضبط نزيل لوني نفصلها الحين ونقول الرسم على اللوحات ورسم على الملابس أو الأقمشة وتصميم الأزياء وين أنت تشوف نفسك بين هالثلاثة أكثر؟ الرسم الرسم بس بالنسبة حك تصميم ملابس بالنسبة له يعني سهل مو شي صعب الرسم شوي صعب يعني في ناس عندها مثلا بالفاشن فبي يرسم ما يقدر يرسم صح أما الرسم عادي دش هشي هذا أرده هو يعرف نزيل كم مصمم أزياء هل تشوفها أنه ضروري تكون إيده يعني ماخذة على الرسم علشان ممكن أنه يرسم القطعة؟ بالضبط ما يقدر فهذا تحسها من الأساسيات؟ لازم ما يقدر أعطه لي يرسم لازم يعني فيه تكنيك معين بالرسم إذا أهو ما سوى شي هذا صعب أنه يرسم نعم صعب مو شي سهل نعم نزيل بالنسبة للأسعار اللي تحطها على القطع اللي أنت ترسم عليها بناء على شن تكون هذه الأسعار؟ وهو يعني مثلا القطعة هذه تأخذ لها يعني مو يوم ثلاثة أيام أربعة أيام أسس أركب اللون أأسس وشي عن شي يفرق يعني إذا ممكن تكلمنا عن القطعة ليمك؟ هذه القطعة أول شي هذا عندي جاكيت هذا على تزجي أنا وايد أوكي والفيس هذا أنا وايد أحبه فشنو أسوي سويت شذي وركبت على ريش وصبقت الريش وسويت شذي يعني فأطلع حلو هتوقع شغل يدوي أكثر مما أنه يكون رسم؟ لا هو فيه يعني فيه رسم فيه رسم لكن أنت دخلت فيه شغل يدوي دشيت يعني تلف أشياء رسم وطباعة حلو وتشيري يعني حلو الله يوفقك يا رب إن شاء الله في خطوتك القادمة وشكري لك وجودك معنا رسام حمد دشتي حياك الله معنا الله يحيش مشكور الله قصرتك مشاهدين إحنا مستمري معكم مع فقرة خاصة بالطلبة مع عبداللطيف لكن من بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى